أنضم إلينا في الستوديو دكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات السياسية والخبير الأمني والاستراتيجي ورحب بك معنا دكتور عمر سأبدأ من تعليق اسمح لي به حول طبيعة هذه الأسلحة والوضع على ما هو عليه كما تعلم من حصار طويل جداً وإغلاق لكافة الأنفاق من خارج غزة والمراقبة الدقيقة جداً لكل ما يدخل كيف تنجح المقاومة في هذا؟ كيف تنجح المقاومة؟ هي نجحت وصل هذا معظم سلاحنا ندركه في إطار القوات البرية وبالإساس قوات المشاهة فهي كما أردت مسلحة مضادة للدروع بالأساس بعضها اليسين هو تو تاندم يعني انفجر على مرحلتين وبالتالي يتعامل مع بعض الدروع التفاعلية ليس كلها التروفي يصد أحياناً نظام حماية المضارعات وأحياناً لا يصد وهي عليها علامة استفهام فإما تكون هذا تطوير في إطار الحرب الإلكترونية المقاومة أو أن النظام أحياناً لا يعمل بحسب قرب المسافة أو بحسب أين تضرب الدبابة في المؤخرة أم في المقدمة أم في الجوانب بحسب موقع المقاتل اليسين أيضاً هو تعديل القازف هو قازف RPG 7 لا يوجد تغديل لكن المقزوف مطور يوجد أيضاً التاندم 85 وهو العيار الأقل أيضاً يتعامل بشكل ربما جيد مع المضارعات التي سمكها أقل مثل الـ M13 أو حتى النامر أحياناً وإن كان النامر هي نفس الشاسي للدبابة المركابة فدروعها ثقيلة كذلك وهي ناقلة جند مضارعة عرضتهم كذلك بعض من ضوط الدروع الكورنيت طبعاً هو هذا الطب هذا القمة فيما يخص لأنه موجه بالليزر فشريد الدقة وقدرتها على الإختراق عليها الغاية يخترق أكثر من 1200 من متر على الأقل من الدروع الدروع المدمجة فيستطيع أن يفعل ذلك لكن ما رأيت حقيقة في هذه المعركة تحديداً هو الكونكورس الموجه بالسلك وبالنظر فهذا ضربت به ناقلة جند نمر في شمال غزة في البدايات وبالإضافة توجد المقاومة من معارك أخرى كان ظهر الميلان وظهر بعض ضوط الدروع الأخرى بعضها موجه وبعضها غير موجه أحياناً غير موجه لأنه لا يترك بصمة من أي تنوع يكون أفضل في التعاون مع الدروع التفاعلية لأن الموجه يعطي يعطي إشارة أن الصالوخ قادم لأنه موجه بالليزر أو موجه بالسلك فالإشارات الإلكترونية للدروع التفاعلية خاصة في المركابة تستطيع مركابة أربعة تحديد المركابة ثلاثة ربما ليست ولكن تستطيع أن تتعامل معه بشكل أفضل فأحياناً يعني يكون الأر بي جي سبعة القديم للغاية ولذلك مثل خازف هذا مقذوف من الأر بي جي سبعة وغير موجه ولكن ويؤدي دوره بدقة على ما يبدو من خلال تدريبات على ما يبدو حصل عليها مقاتل القسام نجحوا في إيصالها إلى الدبابة وهنا يطرح سؤال هل التكنولوجيا أصبحت غير مفيدة لإسرائيل والحال أن المقاومة تستعمل أدوات بين قسين بدائية أو خلينا نقول ليست بهذا القدر من التطور لا التكنولوجيا مفيدة للغاية للطرفين لكن هي كيف ستستخدم التكنولوجيا والتكنولوجيا تفاعلية مع أي منظومة سلاح أو أي مضارعة أو حتى أي طائرة تتعامل وكيف يمكن أن تستهدفها من خلال السلاح الأمثل وأحياناً يقول أين وضع عبوة ناسفة بدائية للغاية على الدبابة وأين وضعها تحت منظومة يعني هو مر المقاتل مر تحت منظومة التروفي فلم تشاهدوا المنظومة وإلا كانت قتلاته لأن التروفي يعني لو هي تحس بالساروخ قادم تطلق أوتوماتيكيا تطلق أوتوماتيكيا فستفعل نفس الشيء يعني البعض يقول لماذا لا يوجد الكثير من المشاة الإسرائيليين حول المدرعات لأنه نفسه خطر عليه نعم خطر عليه من ناحية وخطر لأنه خارج طيب هل هذه المقاومة كانت تعرف هذا أسلوب قد تضعف هذه أكيد لا مؤكد لأنه رأينا الوثائق الوثائق تشرح تفصيلاً في 7 أكتوبر تشرح تفصيلاً كيف تتعامل مع منظومة التروفي مع الألوكس من منظومة أخرى تشرح تفصيلاً أين تضرب الدبابة وأين تضرب ناقلة الجند وبآيات سلاح فموضوع الاربي جي سبعة وعدم استخدام المضادات الموجهة كل هذا كان كمكتوب صحيح شاهدنا ذلك ونشرته وأيضا نعم حتى الآن لم نجد كذلك أسلاح المضادات الطائرات المحمولة على الكتف وهي موجودة موجودة لكن لم تستعمل لم تستعمل حتى الآن ربما لأن الطائرات معظمها فوق 30 ألف قدم وبالتالي تضرب من عالي فبعض هذه المنظومات لا تتعامل مع هذا الارتفاع لكن الأسي سبعة مثلا الستيرلا والأسي 18 الإيقلا وأيضا ويقال لم أرى ولكن راية الإيقلا والستيرلا والأسي 24 الإيقلا الأعلى موجودين موجودين كذلك أو يقال على الأسي 24 يقال أنه موجود لكن لم نرى يطرح سؤال بديهي كيف عرفت المقاومة نقاط ضعف هذا السلاح ألا يفترض أنه سر عسكري أصبح يفترض ولكن هي ليست المعركة الأولى للمقاومة فالمقاومة تفعل ما تفعله الجيش النظامية ما نسمي بالـ بعد المراجعة ما بعد الحركة أو ما بعد القتل وتراجع وتأخذ دروس وهكذا فهي ليست أول مواجهة من ناحية ولكن أربعة قديمة هي الأحدث ولكن مضى على تطويرها من قرب 20 سنة أليفترض أنه إسرائيل تطورها أيضا في الأثناء هي عملية تفاعلية بحتة كما تفعل المقاومة أيضا إسرائيل تفعل ذلك تراجع أين كانت الأخطاء تحدث الدروع وهي سريعة للغاية في هذا الإطال يعني تحدث بشكل سريع للغاية المقاومة كذلك سريعة للغاية فالمسألة تفاعلية وهي مثل هي دروينية يعني ما أن الذي سيتطور بسرعة أكثر ويعني يضم مدنقى الضعف ويقويها وبالتالي هو الذي سنتصر في النهاية في مثل هذا النوع من الحروب حين تكون الحروب قريبة للغاية وداخل مدن وفي إطار الركام وغير متماثلة وغير متناظرة من سيرتكب أخطاق أقل هو الذي سيفوز ليس بالضرورة من يملك السلاح التكنولوجي المتطور أكثر إذن نوعية العنصر البشري على ما يبدو تصنع فرقا فضلا طبعا عن السلاح اللازم للمعركة أكيد وفي النهاية هذه ليست معارك روبوتس وليست معارك من الجو فالعامل البشري فيها عالي للغاية أمور لا نستطيع أن يمكن أن نعد كم مقذوف موجود ويمكن أن نعد ما هي القوى العددية ما هي قوى النارية لهذا السلاح أو لذاك لكن ما ما هو غير ملموس مثل القوى المعنوية مثلا هذا بشري الشجاعات هذا بشري تماسك الوحدات مدى ولا أكل لزميلك داخل الوحدة حين تشتد الظروف تستطيع أن تقاتل كسرية أو كفصيلة دون أن تنهار وكل منكم يقاتل على حدة كل هذا بشري فبالتأكيد العنصر البشري هام للغاية في كافة يعني دفاعا أو هجوما أبدو أن هذا صنع فارقا حقيقيا على مدى الـ 48 يوما بل من 7 أكتوبر إلى غاية آخر لحظة على ما يبدو هنا يطرح سؤال حول المتوقع الآن إسرائيل ما زالت تهدد كل لحظة بأنها تريد العودة إلى الميدان نتنياهو يقول التعاهد بالقضاء على حماس وقدرتها رغم أنه على ما يبدو لم يحقق شيئا ميدانيا كيف تتصور أو السيناريوهات بعد انتهاء الهدنة بأي طريقة هو يبدو أن هناك إصرار من الطرف الإسرائيلي على استمرار الحرب وهم من ناحية يرون أنهم يعني حققوا بعض أهداف المهمة في هذا الإطار بمعنى أنه تم الإفراج عن بعض الرهائن ولكن هذا بالتفاوض وبالوساطة ولكن أيضا تم تدمير بعض قدرات المقاومة وهذا ما يقولونهم لكن من ناحية أخرى نحن نعرف أن هناك أكثر من يعني عدد القتل الإسرائيليين في هذه العملية نتكلم في منذ 7 أكتوبر يعني في حوالي لنقل اقتربنا من 50 يوم هي نفس أو أكبر من عدد 15 سنة من القتال في جنوب لبنان 1985 إلى 2000 خسروا حوالي 300 جندي هناك فنتكلم الآن عن عدد حوالي أقر فرح مهول نعم فالفارق 370 في خاصة فيما خص التوقيت فترة قصيرة صحيح نعم الآن سيكون القتال أصعب للطرفين حقيقة للطرف الإسرائيلي الآن العملية لم تنتهي كتاب القسام والفصال الأخرى أخذت بعض الراحة وأظن بعض الترتيب فيما يخص إعادة تأسيس الوحدات توزيع الزخائر بشكل أمثل معالجة بعض الأنفاق لو أصابها ضرر وهكذا تهيئت كماء ربما أكيد بالتأكيد وفي النهاية تتعد لعدد هائل من الكماء ومن النقل المناورة المحدودة في إطار الأنفاق هل تقدر أن حماس تستفيد أكثر المقامة عموما من هذه الهدنة أم إسرائيل عسكريا وعسكريا الاثنان مستفيدا سياسيا الاثنان مستفيدا سياسيا ما يروج في إسرائيل على أنه انتصار عسكري بأخذ مستشفى الشفاء انتصار قبيح حاولت مستشفى مدني كان يعالج الأطفال والنساء والمرضى إلى تكنة عسكرية فهذا ليس انتصار أو لو انتصار انتصار قبيح للغاية لكن إخراج سيدات وتباذل سيدات وأطفال وهكذا جيد في الإعلام جيد ويمكن أن يترجم لرأس مال سياسي لحكومة نتنياه فهذا جاءت على المستوى السياسي على المستوى العسكري أظن أن الطرفان يحاولان أن يجمعان ما يستطيع من المعلومات الاستخبارية عن المواقع وخواصر وأين سيتم الضرب في المستقبل ربما هناك بعض التموضوع الإسرائيلي وأضح للغاية خاصة في حماس ردت مباشرة بمجرد خرق بعض المواقع نعم وأيضا هو ليس كذلك ويوجد مواقع أخذوها ولم يتحركوا منها مثل المواقع الموجودة بالقريب من شارع عشرة التي تقسم غزة إلى نصفين هذه كانت حوالي ستة نقاط قوة زادوا منها ربما تضاعفت الآن فإذن يعني هو يحشد للمزيد من فصل غزة إلى نصفين ويركز على هذه نقاط القوة لكي يمنع أي نوع من تواصل الخطوط الأرضية ما بين الجنوب والشمال وربما أيضا يجمع بقدر ما يستطيع ما يسمى بالآيسار الاستطلاع والمرقبة والاستخبارات عن مواقع وحصال باختصار شديد لأن الوقت ذهمنا المقاومة ماذا تعد في المقابل لهذا في تقديرك أظن أنها ستفعل نفس الشيء في النهاية هي يعني الاستخبارات ستساعد كثيرا في الاستهدافات نعم وكذلك الاستطلاع والمرقبة اللوجستيات هي التي ستجعلك في الميدان يعني كنت ذكرت لكم من قبل ربما كلمة عمر برادلي الجنرال الأمريكي الشهير هو يتحدثون في الاستراتيجيات والمحترفون يتحدثون في اللوجستيات فمدى بقائق في الميدان مشروط بالدعم للزخائر دعم للسلاح والدعم بالرجال والثلاثة في غاية الأمين وقدرتك على تدوير هذه في إطار المعركة من شمالها إلى جنوب أشكرك أشكرا جزيلا دكتور عمر عشور مدير وحدة الدراسات الاستراتيجية بالمركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات